موسيقى الحمد لله من المستشكلات التي يستشكلها البعض يقول أنه في عمله أو في غير عمله قد تاتي امرأة أجنبية أي ليست زوجة له وليست محرما فتمد يدها لكي تصافح فهو في هذا الحال ماذا يفعل يقال له أولا يجب أن نفقه وأن يفقه غيرنا أن أحكام الشريعة جاءت لحكم وعلى مناحي متعددة ومن ضمن المناحي التي جاءت بها الشريعة المتخرة المناحي التي للويقاية هناك أحكام في الشريعة جاءت لتقي الإنسان عن المحرمات أو لتقي الإنسان عن ما لا يليق به ومن ذلك تحريم الشرع عندنا لمصافحة المرأة الأجنبية أي التي ليست زوجة وليست محرم بنسب أو مصاهرة أو رضاء فجاء هذا الحكم الشرعي على هذا المعنى ونزل على هذا المبنى ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يضرب الرجل في رأسه بمقرعة فيخلص الضرب إلى عظمه خير من أن تضع أو يضع يده على ساعد امرأة وفي رواية أو في الصحيحي تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط هذا ليس اتهاما لأحد ولا إزراءا بحق أحد إنما هي حماية وويقاية وليس كل إنسان يعمل الحماية ويعمل الويقاية يعني أن فيه مرض لا إنما هو جاء الأمر هكذا من الله عز وجل فينبغي إذن إذا حصل مثل هذا الأمر فمدت امرأة إلى المسلم يدها لكي تصافحه أو مد رجل غير مسلم أو مسلم يده إلى امرأة لكي يصافحها فينبغي أن نفهمه بلطف وبهدوء أن ديننا لا يقبل هذا وأن ثقافتنا لا تميل إلى هذا الأمر فبلطف أحب فهم هذا الأمر فليقبله فإن لم يفهم فإن ديننا مقدم على جبر خاطر أي أحد لا بأس في بعض الأحوال الذي لا يريد الإنسان أن يدخل فيها مع مناقشات ولا يدخل في مهاترات أو أنه لا ليس عنده أهلية لذلك يأخذ بعض الحيل في مثل أن يتعاهد مع زوجته ألا تصافح رجلا أجنبيا وأن لا يصافح هو امرأة أجنبية كما فعل بعض النبهة لما مدت امرأة امرأة كافرة إليه يدها لكي تصافحه قال لها إكسكيوز مي يعني اعذريني فإني عاهدت زوجتي ألا ألمس امرأة وعاهدتني ألا تلمس رجل ففرحت منه فرحا كثيرا لأنه وفى بالعهد لزوجته وهذه المسكينة لو علمت أن الوفاء بالعهد للرب والدين والرسالة أعظم من ذلك لا عرفت الحكمة من ذلك ولكن هذا الجواب كان معالجة لبعض العقول القاصرة والنفوس التي لم تتزكى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر